ما تخافش على الأهل الحياة لأنه الأهل التأثير في محيطه العربي كلكم لمسين وعارفينه ما كانت في القرى الأفريقية كلكم قدرين وشايفين ما يحظى به الأهل في كل دولة أفريقية بينزل فيها أو كل منافس أفريقي الأهل يشارك ضده دائما ما يترك هذا الانطباع الجيد ودائما ما تتحول منافساته مع الأشقاء سواء في المحيط العربي أو في القرى الأفريقية إلى صداقة وعلاقة واحترام الأهل النموذج الرياضي المسؤول والسفير المشرف دائما لمصر في كل هذه المحافلة باش مانس وهنا يعني كنت لسه بتكلم معك وإحنا بنستعرض بعض الأراء السلبية لمتبنيها بشكل أرجوزي شوية بعض الناس عارفين أنهم بيتكلموا كلام لا يشكل الحق ولا الحقيقة بحق الأهل فاتفقت أنا وأنت أنه وإحنا مش محتاجين نعود نقولهم متغلطينين لأهل كبير لأهل لأن العالم كله يعني يكفينا الكلام بيتكلموا بنياب عننا هو ده التقدير الفكرة مش أن أنت تقول أنا عتريس أنت حر في نفسك أنت يا سيدي عم العتارس بس المهم الناس شايفاك إيه فإحنا الحمد لله الناس شايفانا في مكاننا إحنا شايفانا يعني مكانة دولية راقية جدا لدرجة البعض بيقولهم أنتم تتكلموا في إيه من مجنون ينخس الأهل حقه يعني أكاد أقتنع بوجة نظرك ولا أستاذ إبراهيم أكاد لأن أنا ببقى برضو في شايفة بخاف شوية من إحنا نتجاهل ناسا أنا عارف أنهم عارفين أنهم ما بيقولوش الحقيقة لأننا حنوريكم بس نموذك زغير نهاردة يعني إزاي الواحد بيكذب نفسه ده حاجة جميلة يعني طيب إنما كنت يعني خشيتي إن إحنا بعد شوية الناس لو سمعت من إتجاه واحد ممكن الكتبة تبقى حقيقة يعني شوفها هي مدرستين في المسألة دي مدرسة اللي المهندس عادل بيقولها إن أنت لو سكدت على الباطل حينتشر والكتبة ممكن تتحول لحقيقة ويلائي ناس تصدقها ويلائي ناس تسمعها ومدرسة أخرى أكثر نتجا شايفة إنه إيه ده أنا مش ناضي ولا أكثر مدرسة أخرى شايفة إنه لما أنت في الثاني قلت أكاد إنك إنت لازم أن تسمع على كل هذه الصغائر وهؤلاء الصغار وإنه الأهلي يملك من السمو ما يكفي إنه هو فعلا أن يترفع عن كل ده بالذات لما يكون بيملك الحقائق لأنه يا المسائل فيه ناسا جماعة التعقدات معاها رايحة بهدف التهجيص لو تكلمت بجد حيبقى زيها زي أي حد يعني ما جددلوش التعقد؟ أه طبعا الهدف المتعقد معاه إنه يهجس علشان الهاجس بيجيب مشاهدة والهاجس بيلفت الانتباه والهاجس بيخلي الناس تتفرج هو ده للأسف بقى هدف من أهداف بعض الأنماط الإعلامية غير المسؤولة أو غير الجادة ده بالنسبة للهاجس وكذب ما هو نفس الحكاية أنت بتكذب علشان بتفتعل حاجة غير حقيقية لكن يبقى الأمر على الأرض حقائق لا يأتيها الشك أبدا تتحدث عنها الأرقام ما يقدمه الأهلي في دوري أبطال أفريقيا وهي مناسبة الليلة أعتقد أرقام تخلي الأهلي مش في حتة تانية ده في حتة تالتة وربعة وخمسة